السلام عليكم اليوم حبيتنا اضلكم على واحد الكائن هو الاقدم على الاطلاق على سطح المعمورة يعني في كوكب الارض ويعتبر هذا الكائن هو السبب الرئيسي في موت الانسان لا حروب لا نووي ولا تلوث بيئي ولا شي طبعا هذا الكائن هو كائن الناموس البعوضة هذيك اللي تبقى الدير في ودنك بز في الليل نعم هو اخطر كائن على وجه الارض لانه يقدر يتأقلم مع عدة عوامل تاريخيا حشرة الناموس قدرت انها تتأقلم مع كل ظروف المناخية والتاريخية والحروب والحروب الكيميائية اللي ساقها الانسان ضد هذه الحشرة على مر التاريخ الا انها استطاعت انها تقوي المناعة وتبقى عايشة لليوم وكما شائع لها انها كانت عايشة في وقت الديناسورات وكما في جراسيك بارك شفنا باللي لقاوا العينة الدم في ناموسة طبعا جابوها من حقيقة علمية انه الناموس كان كائن في وقت الديناسورات يعني ما فناش حتى من ضربة النيزك اللي ماتوا به كما سبق قلت في السطوري الأول هو كائن فتاك جدا حيث يتسبب في نقل عذوى الامراض الخطيرة من انسان الى اخر ويتسبب في وفاة ما يقارب مليون انسان في السنة هذه الناموسة كما سبق قلت الناموسة قادر انه يطور المناعة ضد المواد الكيميائية التي حاربه بها الانسان طيلة التاريخ ومنهم هذه الأقراس اللي انا استعملوا فيهم اليوم يعني لازم يطوروا دورية وما يطوروا الناش الأقراس كدير لها قرص كما هذات وليك شغل قدير لها في الديو دوران وما تموتش وتبقى تغني لك في ودنك دورة حياة الناموسة بلا ما تقتلها بلا ما تدلها أقراس ولا حاجة خلاف تقتلها دورة حياتها العادية هي ست أشهر يعني إذا جاتك فرصة باش تقتل اي ناموسة تطح فيها في تريق نحلة جدها لأنها تعيش ست أشهر وكنت تعيش ست أشهر راهي قادرة انها زيت تتكاثر وتولد الملايين من البيضات والملايين من البيضات ليس ملايين مئات البيضات اللي هاتت لقهم سوف يفقصوا كين زوج دفاعات طبيعية خلقها مربي على الكوكب الأرض وهما الأسماك واليعسوب الأسماك اللي هي الحوز بينه واليعسوب اللي هي نعطلها الكوبتر هذا الزوج يتغذى على العظام تحمي يأكل البيض ربي ما هي الكوبتر في الأخير أريد أن أتمنكم أن العلماء يقدروا يفنيو هذه الحشعة نعم يقدروا يفنيوها كيف ذلك؟ أنهم يعدلوا جينيا بعض الحشرات بعض النموذات ويجعلهم يتزاوجوا مع نموذات أخرى طبعا كيف يكون هذا التعديل؟ سوف نفهمكم في سطوري اللي وراء هذا هذا التعديل هو أنهم يجعلهم يعيشوا إلى سن ما قبل البلوغ ثم يموتوا يعني ما يلحقوش أنهم يتزاوجوا لكن العلماء خافوا أنهم يديروا هذا التعديل ويساهموا في يعني خالة البيئي قد لا تحمد عقباه مستقبلا بونوي في الأخير الناس اللي يعجبها لصيري تع سطوري تاعي قررت أن ألمها في فيديو واحد نديرها لكم في هذا الفيديو اللي راح ننشره في الصفحة الرسمية تاعي ولي حبي يشوف أول بأول فيديو مماثل ما علي إلا أنه يا بونيني ولي بعت لي دعوة انفيتاسيو يناميتي إجل أكسبت إلى طبعا بعت لي قبل 5000 صديق شكرا بونوي